السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بك روفيو النهاردة يكون على بوتجاز كريازي الاديم الاربعة شو علا هنتكلم على كل حاجة فيه وليه هو من افضل بوتجازات حالية موجودة اهم حاجة يا جماعة ما تنسوناش العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل الكل جديد من عندنا بازن الله سريعا هنخش على فيديو البوتجاز زي ما احنا شايفين هنا البوتجاز الكريازي اه اعلى تقييم بالنسبة البوتجازات حالية الاربعة شو علا بالنسبة للماتيريال بتاعه كرياز هنا معتمدة على الخامات بتاع البوتجاز من الخامات الليها العالية جدا ضد الصدمة بالصديش طبعا استلس والاستلس بتاعه من اعلى درجات الاستلس الموجودة حاليا في السوق البوتجاز الموديل ده الوحيد من افضل موديلات اللي موجودة بالنسبة الاربعة شو علا وبصراحة من المفضلة بالنسبة البوتجاز هنا بنتكلم على البوتجاز كرياز الاربعة شعلة الثلث بالكامل. اشعال زيتي. الموديل ده بيبقى امان كامل. خاماته كلها بتبقى عالية جدا جدا جدا. خصوصا جناب الفرن خصوصا سطح البتياز. المتيري البتياز او دائما كوة جدا. كمان البتياز ده جامعة كتير عمر كتير جدا. شكرة في ان هو كمان ما بيسخنش من الجناب فالموديل from here من موديلات اللي هي المحترمة جدا. جدا جدا. طبعا هنا البتياز او كرياز دایما الكرياز القديم بيبقى معودنا ان هو بيبقى مفتاح واحد بس فرنة وشواية لقيلة نشغل الفرن لقيلة نشغل الشواية. طبعا هنا البوديل ده او بوديلات البتجازات اللي هي الكريازي الموديل القديم بيبقى نظام مصورة ما بيقاش نظام غرف. آآ بمعنى ان بنتجازات الموديلات الجديدة اللي طالعوا فريش آآ يونيون كريازي الموديلات التانية كلها بتبقى نظام آآ غرف. غرف تحكم. هنا بيبقى نظام مصورة. وعشان كده بتقال عليه آآ النظام القديم اللي هي النظام المواثير اللي هي حاجات القديمة يعني. ولكن الموديل هنا بالنسبة لبعض العملة بتحب النظام المصورة لان المصورة هنا ما بيتحكمش في خروج الغاز. يعني هنا الغاز بيطلع مرتاح. آآ فبيديك نار عالية. فهنا في بعض العملة عندنا في مصر هنا بتحب النظام ده. ولكن النظام الافضل طبعا حاليا بيبقى نظام الغرف. ولكن الموديل ده هو كده استنبته كده نازل من الشركة بنفس الحاجة كده. طبعا الموديل هنا موديل كرياز ده بينزل طبعا الحاوم بتاعته زي ما انتم شايفينها بتبقى حاوم المعدن. زي ما انتم شايفين برضو من اكبر الافران اللي هي هتليها برضو آآ موجودة. آآ الموديل هنا طبعا الموديل ده ما بيبقاش فيه مروحة. آآ الشواء زي ما انتم شايفينها هنا طبعا آآ بطول الفرن. آآ بيبقى داخلي بيبقى فيه دوائر استلس آآ آآ باب الازاز بتاعه هنا بيبقى ازاز قبيض شفاف آآ حاريلي طبعا. على اساس ان انت تقدر ان تشوفي الحاجة وهي داخل بطياز. طبعا الموديل قدامنا ده بيبقى فيه آآ درجة حافظة آآ البطياز الكريازي هنا بيبقى فيه موديلين. بيبقى فيه موديل امان كامل وفيه موديل عادي. آآ ده طبعا اللي احنا بنشرحه ده ده اللي هو الامان الكامل. آآ طبعا اللي ما عرفش امان الكامل لو البطياز عندك بتعملي قهوة لابن الكلام ده بيفور بيفصل تلقائي. آآ طبعا سعر البطياز حاليا آآ عشرين واحد وعشرين. عامل اربعة تلاف خمسمائة وعشرين. ده الموديل اللي هو الكرياز الامان الكامل. آآ والعادي بتاعه هيقل مسلا في حدود خمسمائة جنيه او ستتمائة جنيه. حسب برضو الشركة اللي انت بيختارها ملا. آآ ده كده بالنسبة لكل حاجة على البطياز نتكلم على عيوب البطياز. آآ بالنسبة لي انا شايف ان البطياز هنا بيبقى في عباد. اول عيب طبعا بيبقى المفتاح وده كتير جدا بيشتكم المفتاح ان المفتاح بتاعه بيسيح. طبعا من السخنية بتاعة الفرن. آآ تاني عيب ان ده نزام مصورة فلو غرف هيبقى افضل. اتمنى الفيديو عجبكم ان شاء الله. آآ ما تنسناش يا جماعة الاشتراك في القناة. آآ والاعجاب بالفيديو وتفعيل سر الجرس ان شاء الله عشان يوصل كل جديد من عندنا. آآ ان شاء الله استنونا في فيديوهات جاية جديد آآ تعجبكم.